لقاء غدا المونديال ابتدى يبقى صراحة جميل ابتدت بعد لقاء اسبانيا والبرتغال لقاء ألمانيا اليوم العديد من اللقاءات أيضا الأخرى ابتدت تحس أن المونديال داخل فيه المراحل اللي فيها متعة وكلما بنخش فيه أدوار المونديال فيه جوالات احنا خلاص على وشك أن نحن نخلص غدا الجولة التانية من المونديال هيبقى فاضل الجولة التالتة أيضا مع المنتخب المصري يوم الاثنين إن شاء الله والمجموعة الأولى هتبتدي بقى تحس بالقتال والكفاح لأن فيه مجميع كتير جدا زي ما حراركوا شفتوا مش يتعكس التوقعات مجموعة ألمانيا ما حدش توقع أن ألمانيا كانت تعاني كده مجموعة المنتخب أيضا الأرجنتيني نحن معنا على الهواء فيتال بروكل ملس نجم المنتخب البلجيكي مرحبا أن نحن نحن لك في نظامنا شكرا لك جيدا شكرا لك أريد أن أتأكد من المنتخب الناس توقف نفسي من المنتخب الناس ترى أيضا أن المساعدة جميلة 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 ويوجد أيضاً جميلة جميلة ترى أيضاً اليوم لا تشغيل جميلة جميلة وكثيراً جميلة جميلة بين إدن و لقاكو إنتظر أولاً أولاً ثم سألتك أنا سألت هل توقعت النتيجة الكبيرة أمام منتخب التونسي؟ قال نحن بالنسبة لنا المتخب البلجيكي الآن مواحد من أفضل منتخبات على مستوى العالم شأن وشأن منتخب برازيلا منتخب الفرنسي منتخب الإنجليزي منتخب الأسباني ليه لأنه على أعلى مستوى من الناحية البدنية على أعلى مستوى من الناحية العقلية لعبه النهاردة الماتش بدون عصبية تماماً وكان فيه العديد من الفرص وأحرزوا أغلب الكرات اللي كان لازم أنهم يحرزوها فالنتيجة خلصت بهذا الشكل موسيقى أدن أزار ولوكاكو منتخبته هل تعتقد أن هذا أعطي جميعاً لتعاقية للتعاق لبالجيا؟ عندما بدأت المنزل، نعلم 4-3-3 ونحن نحن 3-4-2 أو 3-4-2 ونحن نعلم ماذا يعني في هذا المنزل، أحب أن نحن 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 لفتالت 2010 بالتعاق值 وشترّى أن أليس statue ونحن نحن نحن المراقبة til بن د ordinary وهذا جita من قلود تأثير ولد مساعدت الشمع المترجم للأسفاني المترجم للأسفاني المنتخب بلجيكا بتغييره 3-4-3 أعطت المنتخب البلجيكي قوة هجومية هو قال نعم في بعض الأمور عندنا قوة هجومية لأننا نستحوز على الكرة الكثير ولكن لو جينا بصينا أن لوكاكو ممكن ما يستلمش الكرة كثير داخل المباراة ولكن بتلاقيه ولما بيستلم الكرة بيبقى بيسجل في بعض الأمور دي بتحتاج أنه يكون عنده شغل أكتر من كده في صناعة اللاعب عشان يقدر يهرب من الرقابة في المستويات الأعلى من ناحية الدفاعية هو قال أنه حتى الآن المنتخب البلجيكي بهذه الطريقة قادر أنه يسد بعض الصغارات وعلى أمل أن الأداء يتحسن الآن كلما يتحدث عن المستويات بلجيكي أريد أن أسألتك أن تتحسن بلجيكي بلجيكي يجب أن تتحسن بلجيكي كما تتحسن بلجيكي يجب أن تتحسن بلجيكي هل تحسن بلجيكي يجب أن تتحسن بلجيكي؟ لا لأجل ما ترى أن تتحسن بلجيكي إنه من أجل من أجل المستويات في العالم أيضا أنه يجب أن تتحسن بمشاركات الآن سترى أن تتحسن بلجيكي وليس خشون للعالم بلجيكي كل كلما فيه البلجيكي يجب أن تتحسن بلجيكي إنه مثل للمساعدة علي رائح شخص مؤمنًا تتحسن بلجيكي إبقى لجيكي لجيكي لوح البلجيكي والإنباً أちمني افتحن للمساعدة جيخيب جيب بلغة تتحسن بلجيكي و هل المنتخب البلجيكي داخل المنبيال لم يلعب أمام فريق من فرق الصفوة على المستوى العالمي؟ طبعا لا يقال لتقدير للمنتخب التونسي الشقيق ولكن المنتخب بانما لم يكن هناك من الفرق المصنفة عالميا على المستوى الأول ولكن هو قال ورد إلى أنه لدينا لعبة تلعب على أعلى مستوى في الدور الإنجليزي وفي الدور الإيطالي عندنا أزارة عندنا لوكاكو عندنا دي براين منشستر سيتي لوكاكو منشستر رونيتد ميرتنز بيلعب في نابلي كل هؤلاء اللاعبين أعطوا ثقة وثقة كبير للمنتخب البلجيك بالإضافة أن المباراة أمام المنتخب الإنجليزي فرصة بالنسبة لهم من أجل إثبات ذاتهم أمام العاملين وأنا بالنسبة لي حيبقى لقاءنا قدام المنتخب الإنجليزي هنكون ند كبير وممكن نحقق الفوز فيتالي، حلتك أجل إيجبت في مجرد في مجرد في أجلسي في 1998 أو 1999؟ نعم الآن لديك بعض الأمور من أجلسي. طبعاً الإجابة المتحدة لديك أجلسي. كيف ترى الإجابة المتحدة مع الموصلة في هذه المتحدة؟ كيف ترى الإجابة المتحدة؟ كيف ترى الإجابة المتحدة؟ كيف ترى الإجابة؟ أجلسي. إيجبت في مجرد في هذه المعنى المتحدة للمتحدة. ي 맞아熟 من المهزة المتحدة لاعتبر أن يعد في جميع س verschiedenen قناتهم جداً، من بفصول، من رنالد، من ميسي، من إيجيبت. وهذا رنالد لي من أجل الإجيبت. يمكنه استقي ومن ننشيه في التавيق لأن إيجيبت ليس من الصعب. دان بفضل أنا سألته هو كان بيلعب في المنتخب البلجيكي كان مصر لعب البلجيكا في 99 عطاقك كابتر محمود الجاري كنا كسبنا هناك هدف مقابل لشيء كان أحرزه حزم إيمان فأقوله أكيد منتخب مصري اختلف كثيرا أنت الآن بتشاهد المنديال ومع محمد صلاح فاكتحدث هو عن محمد صلاح قال أن طبعا على مستوى العالمي في ليفر بول يعني عمل موسم أكثر من رائع وفي دورة أبطال أوروبا وصل لي نهائي دورة أبطال أوروبا ومع ملعب ملعبش كريستيانو رونالدو مع منتخب الأرجنتين هو قادر على صنع الفارق وأحراز الأهداف وصناعة الأهداف في حالة أنه لم يحرز فبيقدر أنه يصنع الفارق فيتالي كيف ترى الولكوب 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 فيتالي كيف ترى الولكوب كيف ترى الولكوب